قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عنوين أخبار اليوم تشافي عن الموهبة المغربية لامين جمال إنه يشبه ميسي وقد يصنع التاريخ مع البرصة لا يصدق مدرب مونشستر السيتي الإنجليزي بيب جوارديو لا يفاجئ أشرف حكيم بهذه الخطوة الكبيرة من أجل التعاقد معها زياش يتلقى رسلة عتاب مؤترة من شقيقه الأكبر والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش تدير جيم الفيديو وتتارك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار تشافي عن الموهبة المغربية لامين جمال إنه يشبه ميسي وقد يصنع التاريخ مع البرصة أبدأ تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة سعادته بانتصار فارقه على ضيفه ريال بيتيس بأربع لسفر في لقاء الجولة الثانية والثلاثين من الليقاء وقالت شافي بوجود كريس سنسان يكون هناك أمان أكبر ويخرج بالكرة بشكل ممتاز إنها صفقة استنائية للنادي ونحن افتقدناه وسنحتاجه في الفترة الأخيرة من الموسم وتبع كان علينا السعادة التقى بعد لقاء رايو فيكانو وهذا ما فعلناه اليوم لا يمكن أن نكون أسوأ من المباراة ضد رايو ردة الفعل هذه كان كنا مطالبين بها وأكمل إن هذه الخطوة مهمة في طريقنا لتحقيق اللقب سنلعب المباراة القادمة على ملعبنا أيضا ونسعى لتحقيق الفوز أيضا وختمت شافي هرناندز تصريحه بالحديث عن الموهبة المغربية يامن يامال وقال قلت ليامال أن يستمتع لقد كاد أن يسجل أو يصنع اليوم لديه ثقة كبيرة بنفسه وعندما تراه في تدريبات تدرك ما يملكه إنه يشبه اليوني الميسي وقد يصنع تاريخ مع البارسا لا يصدق مدرب مونشستر السيتي الأنجليزي ببيب غوارديو لا يفاجئ أشرف حكيمي بهذه الخطوة الكبيرة من أجل التعاقد معها اقترب مونشستر سيتي من التعاقد مع النجم المنتخب المغربي أشرف حكيمي في الميركات الصيفي القادمة وكشفت الشبكة الإسبانية في جاشيس أن مسؤول مونسيتي متحمسون لانتداب النجم المغربي وقالت الشبكة أن الفريق الإنجليزي يبحث عن مدافعين أيمن بمواصفات كبيرة وحكيمي واحد من بين أفضل الخيارات للمونسيتي ويريد الفريق الإنجليزي استغلال وضع حكيمي الحالي كلعب يفكر في الرحيل عن الدورة الفرنسية لإقناعه بحمل قميسي المونشستر سيتي ولن تكون مهمة سيتي بالسهلة في ظل تشبت الفريق الباريسي بلاعبه المغربي إلى نهاية عقدها وتحول حكيمي في الأيام القليلة القادمة إلى مادة دسمة للمختصين في أخبار الانتقالات التي تتحدث عن رحيل وشكل اللاعب المغربي عن باريسان جرمان زياش يتلقى رسالة عتابي المؤثر من شقيقه الأكبر وجه فوزي زياش الشقيق الأكبر لحكيم زياش مهاجم المنتخب المغربي رسالة عتابي لشقيقه عبر حسابه الشخصي بمنصة انستغرام للتواصل الاجتماعي ذكر خلالها بالدور الكبير الذي لعبه في حياة شقيقه الأصغر وكفحه لأجلها حتى صار نجماً ولاعباً كبيراً في ميادين كرة القدم الدولية وقال فوزي إنه تحمل مسؤولية طربية شقيقه حكيم زياش بعد وفاة والدها عقوب الصراع طويل مع مرض العضل وكان حين حكيم لا يتجاوز 11 سنة بينما كان بقيته الإخوة أكبر سنن مما جعله محط اهتمام الجميع والطفل الأكثر حضاً في الأسرة وفي الحي بأكملها وتبع موجهاً كلامه لشقيقه المحترف في نادي تشيلس الإنجليزية توليت أنا وأختك الكبرى مسؤولية تنشئتك بكل حب وعطف لقد كنت بمتابة تذكيرتي يا ناصيف واستبع حينما وجدتني في حياتك أدعمك وأساندك وأنت ما تزال تخطو خطواتك الأولى في الحياة وأوضح الشقيق الزياش أنه لم يتركه يواجه مصيره وحيداً في أحلك الدروف حينما كانت الأسرة كافح في ذلك مرض الأب وأكمل ضحيت بكل شيء بما في ذلك أسرة الصغيرة من أجل توفير الفرصة لك وتستير مستقبلك الرياضي لأنني آمنت بك كلاعب موهب ثلاث سنوات دون توقف كنت أحرص على الوقف بجانبك صيفاً وشتاءاً وتحدث فوزي عن الفترة التي كان يتكفل خلالها بضمان تنقل شقيقي حكيم إلى مركز التداريب ذهاباً وإياباً من مدن بعيدة في هولندا والجهود التي قام بها حتى يكمل مشواره في كرة القدم مؤكداً أنه لم يتركها في منتصف الطريق ولم يتخلى عنها إلى حين توقيع عقده الاحترافية الأول كما أكد شقيق زياش أن عزيز طول فقار الذي يزعم أنه مكتشف زياش اللاعب السابق في صفوف آيكس مستردام الهولندي لم يساهم بأي قدر في مصاره الرياضي بل استغل نجح شقيقه إعلامياً وختم مواجهاً كلامه إلى شقيقه الأصغر لم أترك رغم أن كل الوقت الذي خصصته لك كان على حساب أبنائي وأسراتي الصغيرة منعتك من اللاعب خارج النادي حفاظاً على مسيرتك من أجل مصلحتك أشكر للاحقاً وذكر موقع وينوين القطري أنه علم من مصدر مقرب من أسرة حكيم زياش أن تدوين تشقيقه الأكبر تحمل معطيات صحيحة وكل ما قال فيها كان حقيقياً حيث كان فوزي مسؤولاً عن زياش خلال خطواته الأولى في عالم كرة القدم وحرس على أن يواصل تدريباته بعيداً عن الشارع بالرغم من المسؤولية الأخرى الملقاة على عاتقه وفي مقدمتها أسرتها الصغيرة والكبيرة وأكمل بين سطور التدوينة نقرأ أن فوزي يعاتب زياش لأنه لم يعد يسأل عليها ولا يقدم له المساعدة التي ينتظرها منه كنوع من رد الجميل لشقيقها لا سيما أن حكيم بات اليوم لاعباً مشهوراً ويتمتع بوضع مالي مريح عكساً هو الذي ما زال يكافح من أجل أسرتها البدراوي ينفي استقالته من رئاسة الرجاء نفى رئيس نادي الرجاء الرياضي عزيز البدراوي الأخبار التي تروج حول تقديمه لاستقالته بعد الخسارة أمام الأهل المصري والخروج من منافسة دور أبطال إفريقيا ونقلاً عن موقع سبورت المختص في شأن الرياضي فإن البدراوي متشبت برئاسة النادي وينفي نفياً قطعان استقالته بعد الإقصاء المتير أمام الأهل المصري وبشكل رسمي غادر فريق راجاء الرياضي منافسة دور أبطال إفريقيا بعد التعادل السلبي أمام الأهل المصري الأخير الذي استفاد من مباراة الدهاب التي فاز بها بهدفين لسفر بعد نجاح تجربة أناحي وحارتة أولمبيك مرسيلي يقترب من ضم نجم مغربي جديد وضع فريق أولمبيك مرسيليا الفرنسي لكرة القدم الدولية المغربي نصير مزراوي لعب فريق باير ميونيخ الألمانية ضمن دائرة اهتمامه للتعاقد معه خلال مرحلة الانتقالات الصيفية المقبلة وتستعد إدارة فريق مرسيليا الذي يجوره التنائي المغربي عز دين أناحي وأمين حارتة لفتح باب المفاوضات مع الفريق الألمانية للاستفادة من خدمة اللاعب مزراوي وقالت تقارير صفوفي فرنسي أن فريق مرسيليا يسعى إلى ضم النجم المغربي على سبيل الإعارة وشددت على أن الفريق الفرنسي يطمح إلى دعم صفوفه في الميركات المقبلة سيما على مستوى خط الدفاع في ذل رحيل المحتمل لكل من جونتان كلاوس ونونو تفاريس ويعيش اللاعب مزراوي وضعا صعبا في فريق باير ميونيخ إذ يلازم كرسي الإحسيات الفريق منذ مدة طويلة إليكم مشاهدين أهم عنوين أخبار اليوم تشافي عن الموهبة المغربية لامين جمال إنه يشبه ميسي وقد يصنع التاريخ مع البرصة لا يصدق مدرب مونشستر السيتي الإنجليزي بيب جوارديو لا يفاجئ أشرف حكيم بهذه الخطوة الكبيرة من أجل التعاقد معها زي أشي يتلقى رسالة عتاب مؤترة من شقيقه الأكبر والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش تدير جيميل الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار